يوم بعد آخر تتكشف ملفات فساد كبيرة ورط بها متنفذون وتضرر منها المال العام عقود سكك الحديد والأمانات الضريبية وغيرها أصبحت نقطة مفصالية في عادة ثقة الشارع بالعملية السياسية ضراوة الحرب ضد الفاسدين ونسب الأموال المنهوبة رصدها لنا مصطفى علوش بعد أن كانت سرقة القرن هي الصدمة الأكبر في تاريخ حجم ملفات الفساد التي تعرضت لها البلاد تفسح المعلومات عن سرقات أكبر تتصغر بظلها سرقة الأمانات الضريبية كعقود السكك وغيرها من الملفات تراكمية الفساد واتساع قاعدته لما وجده من غطاء سياسي سهل تبديد الأموال خلال السنوات الماضية بحسب مختصين مسير القضية هيئة النزاهات تكمل تحقيقاتها ترسلها للقاضة التحقيق قاضة التحقيق يطلب تحقيق داري يرجع يجل تحقيق الاداري رح لها محكمة الموضوع هنا طلب القاضي بالتحقيق الاداري يتم إخفاء الملف ولذلك تكون تراكمه هيئة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها راجعت الملفات كلها قد صار بها يعني صفينها والقضاء قد باقي معلقة وهذا كان الأمر تحدي ولذلك ازدادت أوامر القبض أرقامنا مفزعة تولهئة الرقابية تسجيلها يوميا ومع ذلك لا تساوي إلا نسبا متدنية قياسا بالأموال المنهوبة طيلة عقدين إذا وصفت حكوميا بجائحة الفساد والتي ترى أوساط قانونية ضرورات بإيجاد مصط لتداركها يعني هو لا زال يطمح في بداية ما قاله عندما تسنم منصبه قال إن الفساد جائحة كجائحة كورونا بالتالي عليه أن يجسد هذه المقولة التي تذكرها عنه العراقيون جميعا ويستثيرون بها خيرا ونجد أن الرجل يحاول والرجل حقق كثير وخاصة عنده بدعمه الغير متناهي إلى هيئة النزاهة وبالتالي أصبحت تتابع الذين سرقوا المال العام يومنا بعد آخر تزداد الحرب على فساد ضراوة باتساع عدد الملفات وزيادة المطلوبين فيها لذلك يرى مختصون ضرورة إيجاد طرق بديلة للمحاربة تقلص من هذه الأعداد مصطفى علوش الرابع بغداد